اشتركوا في القناة ميدان الشعب ميدان اللفسة بامارة ام القوين في دار اهل المعل الكرام لتتواصل التحديات والمنافسات في هذا المهرجان الجميل في ثاني ايام مع سن اللقاية على بركة الله وحفظه وتوفيقه انطلق الشوت السادس عشر المخصص لفئة الجعدان اللقاية المحليات الاصائل هجن ابناء القبائل هجن ابناء الخليج الذين حضروا من شتى ميادين دول مجلس التعاون الخليجي ليحضرون هذا العرس الخليجي الكبير هذا الكرنفال وهذا المهرجان الذي يأتي في هذا الانطلاق المميز والتحديات المميزة خمسة كيلو مترات تتراقص فيها هذه الشعارات تتراقص فيها هذه الاسماء الكل باحث عن الناموس الكل باحث عن الانتصار نتمنى التوفيق للجميع نسير معكم سويا الى المراكز لول المتقدمة لنتابع هذا الكم الهايل من الاسماء الحاضرة ابدأوا مع المركز الاول اول المنطلقين اول المندفعين اول المحاربين الحاضرين في هذا الشوط المثير البداية والصدارة والمركز الاول هذا هو النشمي يتقدم بالمركز الاول يتقدم النشمي بالمركز الاول مع بداية الاداء الكبير في بداية هذا المسار محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي يقدم النشمي على المركز الاول المركز الثاني شهم عمر بن معضد بن هويد الاكتبي حاضرا في المركز الثاني ننتقل إلى المركز الثالث القادم هو مخيف لمحمد بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي قادم المركز الثالث نقلتنا إلى المركز الرابع المركز الرابع شايق لمحمد بن سهير رع العوية العامري قادم المركز الرابع والمركز الخامس الواصل هو صريح لأحمد بن خلفان بالصائغ المزروعي يقدم لنا صريح المركز الخامس المركز السادس من وصله الشميمي عبدالله بن راشد بن خليفة لغفلي يقدم لنا الشميمي المركز السادس هذه النتيجة للستة المراكز الأولى التي أذعناها على حضراتكم نقلناها على مسامعكم بنداءنا الأول بنداءنا الأول الذي تجولنا من خلاله مع الأسماء الحاضرة مع الأسماء المنطلقة الباحثة عن الناموس الباحثة عن الفوز الباحثة عن الانتصار أعود بكم إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول إلى النشمي النشمي بالمركز الأول محمد بن ثالم بن فاضل الكتبي ولكن القادم الحاضر بالأداء الكبير الشهم عمر بن معبد بن هويد الكتبي يقدم لنا الشهم المركز الثاني المركز الثالث يمخيف يمخيف يتقدم مخيف ويتقدم محمد بن مطر بن سعيد بن حاذ بينما الانضمام الوصول من شايق لمحمد بن سهيل رع العوية العامري قادم المركز الخامس ومن غير إلى المركز الرابع وانتقل إلى المركز الثالث الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الاغثلي المركز السادس هذا هو أدعج راشد بن صغير بن قنون بن إراد قادم إلى تحدي قادم بينما التدخل أيضا من مرموق عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الاغثلي قادم هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة ولكن العودة إلى دائرة صراع إلى دائرة المنافسة الله الله أين سيغادر الناموس أين سيغادر الفوز يا ترى أين سيغادر الناموس مع هذه الأسماء مع هذه الأسماء العودة إلى التغيير الذي طرى وجرى بالمركز الأول هذا هو الشهم الشهم لعمر بن معبد بن هويد الاكتبي يقدم لنا الشهم المركز الأول إن سألتم عن الموقع وصلنا ألف وخمسمائة متر ألف وخمسمائة متر عاد من جديد عاد من جديد هذا هو النشمي لمحمد بن فاب بن سالم بن فاضل الاكتبي يقدم لنا النشمي المركز الثاني من الجانب الآخر التحديات المميزة في ثاني المراكز هذا هو القادم أيضا هذا هو الشميمي عبد الله بن راشد بن خليف الأول يتقدم مع الشميمي يغير في هذه اللحظات المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مرموق عبد الله بن سيب بن سعيد بن عنتر الأول المركز الرابع أدعج راشد بن صغير بن قنون بن يرادة وصل المركز الرابع المركز الخامس الواصل هو الريف لمحمد بن سعيد بن سالم العمري بدأت الأسماء تتقدم إلى تحدي الوصول أيضا القدوم من مجمل حسين بن محمد بن علي الوهيبي يا مرحبا بهذا الاسم يا مرحبا بمجمل الله 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 اشتدت المنافسة اشتدت المنافسة بدت تحدي بدأ بدت الإثارة بدأت ولكن الشميمي الشميمي على المركز الأول عبدالله بن راشد بن خليل بن عنتر يتقدم من الجانب ليمن يقدم هذا الأداء الكبير الله الله الوصول أيضا الوصول من النشمي محمد بن سالم بن فاضل ودكتور دكتور الأصائل هنا الدكتور أيضا الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري قادم يقدم لنا أيضا البرنس قادم ولكن العودة إلى الصدارة إلى شميمي إلى شميمي عبدالله بن راشد بن خليفة الأغثلي غادر مع شميمي بالمركز الأول ها هو يغادر ها هو يطير في سماء اللبسة بالمركز الأول ولكن الله يا سلام يا سلام الحذر الحذر انضفر من غلام بن موسى البلوشي من وين ييت من وين هذا هو الحذر انضفر من غلام بن موسى البلوشي الله 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 على هذا الدخول القوي على هذا الوصول المثير المركز الثاني سلام أيضا للهالي الرحمن هذا الأداء المميز والأداء الجميل المركز الثاني المركز الثاني هنا مشاهدين الأعزاء سنتابع أيضا معكم المراكز أيضا هنا من خلال الإعادة بانتهانين مشاهدين متابعين الأعزاء لحبات الوصول ونموس لأهالي الرحبة على هذا الأداء المميز والأداء الجميل لحبات الإعادة لحبات الفوز والانتصار هانينا أيضا وتهنية خاصة لغلام بن موسى بن أحمد دبلوشي الداعم الرئيسي لهذا الشعار هيا لحبات الإعادة سبع دقائق خمسة وثلاثين ثانية أربعة وخمسين جزء من الثانية توقيت الحبر مضفر من غلام بن موسى بن أحمد دبلوشي والسلام له للرحبة والسلام على هذا الأداء المميز والأداء الجميل المركز الثاني كان شميمي لعبد الله بن راشد بن خليفة الغفولي بسبع دقائق وثلاثين ثانية وخمسين جزء من الثانية توقيت شميمي لعبد الله بن راشد بن خليفة الغفولي تهانينا لك على هذا الإنجاز والأداء الجميل بينما منحل في المركز الثالث مشاهدين العزاء المراكز هنا مشاهدين الكرام هنا الادى ايضا من مرموق سبع دقائق تسعة وثلاثين ثانية ثمانية عشر جزء من الثانية توقيت مرموق لعبدالله بن سيب بن سعيد بن عنتر الغثلي المركز الرابع اتاني البرنس للدكتور راشد بن حمز بالزفنة العفاري بادها جميل والمركز الخامس المركز الخامس مشاهدين العزاء انا مجمل حسين بن محمد بن علي الوهيبي مناته في المركز الخامس بالاداء الجميل هكذا كانت النتيجة تهانين ونموس لكل الفائزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر